عندي خبر عن محمد كوناتي ده اللعب البوركيني موجود على فكرة مع المنتخب بوركينة فاسه اللي جاي عشان اللعب منتخب من يوم 6 ديسمبر واللي عرفناه انه هو من ضمن المرشحين الانضمام للنادي القليل كمهاجم بديلاً لمودست وانه هو عقده في روسيا يعني او حينتهي بالتوافق بينه بين النادي الروسي بتاعه واسبه جروزني يمكن النادي بتاعه اللي في روسيا فهو النادي بتاعه الروسي اتفقوا خلاص بانهاء العلاقة بينهم فهيبقى حر وفيه كلام ان امير التوفيق كابتن امير التوفيق مدير التعقدات ومدير شركة الكرة في النادي القليل كان مسافر يوم الاتنين الجاي رحلة الانجلترا حاجة خاصة مؤتمر بكرة القدم والكلام ده ودورات وحاجات يعني رجل بيحاول ان هو يزود باستمرار اطلاعه على الكل ما هو جديد فعلم لاحتراف كرة القدم فهو اتفق مع اللعب مع وكيله انه هو يروح يقابلهم خلال الساعات البقبلة في مقر اقامتهم لما ييجوا في احد فنادق القاهرة ويخلص انضمامه للنادي الاهلي محمد كوناتي ده راجل موليد 97 عنده 25 سنة طويل 191 سنتي بدأ في ساحل العاج او كودي فوار في نادي اسمه جماعة دانجلي راح بعد كده في مولدوفيا لعب في نادي اسمه ساكسان راح بعد كده لروسيا نادي اسمه أورال يا كاترينبورج وبعد كده انضم لنادي اسمه كيرات في كازاخستان بعد كده راح لنادي اسمه جومل بالروسيا بعد كده راح لنادي أرميني اسمه بيونيك وبعد كده راح لنادي اسمه تنبوف الروسي وبعدين راح لنادي اسمه نادي في روسيا تاني اسمه خيمكي وبعدين راح لنادي جروزني الروسي ده اخر حاجة يعني بقى له فترة مستقبل في روسيا بقى 3-4 سنين شارك معنا دي الروسي جروزني ده في 90 مباراة أحرص 34 هدف وصنع 3 أهداف من المهاجمين الحقيقة المميزين في المنتخب البوركيني وربما إن الأهل يفلح في ضمه ويكون بديلاً لمودست والأهل دلوقتي على فكرة بقى تريد مارك بالنسبة للعيبة دي لأن الأهل بيكسب أفريقيا كل لسانها بيكسب دور الأبطال في الناس اللعيبة بتوقيت تفكر أنا لو روحت للأهلي فضامن أكسب دور أبطال أفريقيا ضامن أروح كاس العالم ضامن ألعب في الانتركنتيننتا يعني بيروح نقلة مختلفة ده مودست حصل له كده وسام أبو علي كده يعني كل اللعيبة اللي جات للأهلي بيرس تاو خد اتنين دور أبطال أفريقيا دي ثلاث سنة ليه مع الأهلي خد سنتين منهم دور أبطال أفريقيا فالراجل يعني ولا واخد ثلاثة دور أبطال أفريقيا يا جماعة بيرس تاو واخد ثلاثة متقلي مش هو واخد واحدة مع موسيماني ولا إيه ها متقلي واخد واحدة مع موسيماني بيرس تاو مش عاق مش فكر ها واخد واحدة مع موسيماني السنة اللي هو الأقلي خسر فيها الدوري من الزمالك اللي جي بقى فيها الرجل البرتغالي ده اسمه إيه اللي مش اللي كان صغير ده سوارش هو كان بيرس تاو موجود في السنة دي متهيقلي اللي موسيماني خد فيها أفريقيا وبعدين الأهلي مع الكولر واخد اتنين مع بيرس يعني بيرس تاو واخد ثلاثة مع الأهلي تخيلوا صح؟ ثلاثة أفريقيا مع الأهلي تأكدوا جاء معي أنا مخدتش بالي بالمعلومة يعني بيرس تاو واخد أربعة أفريقيا واحدة مع سانداونز وتلاثة مع الأهلي فالأصد إن انت لما بتروح تلعب في الأهلي فالأهلي أخد صيت بيسهله التفاوض دلوقتي لما ديجي تقول نادي كذا والأهلي وكذا فاللعاب يفكر على طول الأول في الأهلي ليه؟ من الصيت اللي واخده من البطولات والإنجازات وكاس العالم وبطولة أفريقيا خصوصا نعيب الأفرقى تقول تفكر كده يقولك لا تابعنا روح للأهلي وتبقى بالنسبة لي نقلة أكسب تشامين زليب وروح ألعب في كاس العالم يبقى عندي ويندو أكبر الناس تتشوفني فيه وأنتقل من الأهلي إلى عنديه أكبر وأكبر وأكبر عشان كده الأهلي في هذا التفاوض ربما يخلص على طول أمير توفيق في القصة بتاعته بتاعت محمد كوناتيه اللي هو مهاجم نادي جروزني الروسي ومتخب بوركي نفسه على فاكرة طهر محمد طهر نتبقى لكم خبر من الناس المقربة جدا كانت لكولر فجأة لما تسأل كولر من لجلة التخطيط اللعبة اللي ممكن تمشي أو تقعد فجأت إنه من ضمن الحاجات اللي قال عليها أوكي إن طهر يمشي في ناية الموسى إن طهر محمد طهر يمشي في ناية هذا الموسم بالعكس ده كمان طهر بدأ يتلقى عروض وجاي له عرض من زد جاي له عرض من نادي زد زد وقعد بيفكر فيه خدوالكو طهر لما يمشي هيمشي بيع وشارع يعني من الأهلي للنادي يطلع إعارة أو يطلع بيع وشارع يعني ممكن طهر يوم الأهلي يولا خلاص مدام كولر قال أوكي أنا ممكن أمد عقده سنتين أو تلاتة وطلعه أعارة سنتين وشوف وتابعه وارد أو يقول له خلاص شكر وارد وارد إنما كولر رحب إنه يمشي بناية الموسى سواء على سبيل الأعارة وكده كده بيع له عقد السنة مع الآلف عقده طاهر يعني عقده ما ينتهيش السنة دي يعني تهي السنة الجاية فمن ضمن الحاجات اللي هي برضو اتفاجئت بيها إنه كولر رحب برحيل طهر محمد طاهر على فكرة كمان فيه تقييم شديد جدا لمستوى الأجانب في النادي الأهلي مش بس اللي بيلعبه يعني خد لك علي معلول خلاص هم ماشيين في إطار التجديد بتاعه بل إنه كافة المحمود الخاطيب قد تعليماته اللي عايزه معلول يحصل حتى طلباته تتنفذ وحتى لو حيتصرف فيه من بره النادي الفرق من اللي رصده النادي واللي طلبه معلول ممكن ناس تتبرع به ونخرص من القصة دي فمعلول كده كده مكمل ده القالي من قصة معلول دي عايز يسمي تحاجات كتيرة جدا منها إن هذا الانتماء لللاعب لازم يقابل بتقدير من النادي وإن معلول في ناحة الشمال مفيش حد زيه وإن هو مؤثر جدا وإن هو أصابته الحمد لله خلاص أربعة شهر وحيرجع وفق التقارير الطبية ومعندوش مشاكل وكل الكلام ده لكن فيه تقييم بالك كل لقندوسي مع سيراميكا لضوي لبرستاو بوسام فعلي لا يعني مكمل كل ده فيه تقييم كامل في هذه المسألة وعلى فكرة بيرستاو نفسه بدأ يتلقى عروض من أنديها خارجية من نفس السعودية مع إنه بقله سنة مع الأهلي بس هو الكلام كله من الأهلي حيمدله سنة أو سنتين الفترة الجاية فلأن الأهلي تأخر فيه قرار المد أو أن يقعد معه عشان يشوف حيمده ويعمل إيه فبدأ يستقبل عروض إنه ما هو لسه بقله سنة مع النادي الأهلي يعني برضه قرار راحيله من عدمه في إيد الأهلي أو يلعب السنة المتبقية ليه ويمشي أو الأهلي يمدله هو مستني كولر يقرر مصير بيرستاو وهو كولر مش مبسوط من مواقف بيرستاو في الفترة الأخيرة ومؤمن بقدراته طبعا هو نفسه في تصراحات ليه قالك أنا بستمتع بقدرات بيرستاو هو نفسه قال كده أنا بستمتع بمهارات وقدرات بيرستاو لكن الأمور محتاجة على المستوى في العلاقات إن الأمور تتزبط بين الناديين أو بين البرستاو وبين اللعب خلوني بقى أطلع فاصل أطلع فاصل سريع بعد الفاصل هيكون معنا نجومنا الكباتن أحمد عيد عبد الملك محمد عبد الجليل وبشير التابعي